موسيقى نشرة الأخبار من قناتكم وينفاند كاتخ مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى جميع تفاصيلها أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسيمان صاحب الجلال الملكة محمدنا السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من اليوم الإثنين وذلك بدعوة من صاحب سمو الشيخ محمد بن زيدا نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يعقد مجلس المستشارين يوم الأربع المقبل ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم خمسة وخمسين ثلاثة وعشرين لسنة المالية الفين واربعة وعشرين وأوضح مجلس المستشارين في بلاغ أنه سيتم عقد جلسة عامة على الساعة العاشرة سباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمناقش العامة من لدون الفرق والمجموعة البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين والتقديم رد الحكومة وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم عقد جلسة عامة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية يعقبها مباشرة البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدون لجنة المالية والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة كما سيعقد المجلس بحسب البلاغ جلسة عامة ثالثات خاصة لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم رد الحكومة والتصويت على الجزء الثاني ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته وتفسير التصويت في خبر آخر تعمل السلطات المحلية واللجان التقنية المتخصصة جاهدة بجمعتي إسني وويرغان التابعتين لإقليم الحوز على توفير أفضل الظروف لتسهيل عملية إعادة بناء المساكن المنهارة كلياً أو جزئياً جراء زلزال ثامن شتنبر الماضي شيما بك السلطات المحلية واللجان التقنية المتخصصة على غرار باقي جماعات إقليم الحوز تواصل عملها بجمعتي أسني وويرغان التابعتين للإقليم من أجل تسهيل عملية إعادة بناء المساكن المنهارة كلياً أو جزئياً جراء زلزال الحوز نحدده لكوان ديال الدور الحدادة تسمى بلون بارسولير و بلون كوتل اللي يعطينا لنيفو ديال أرض كديرا تداريس ديال أرض كديري من أجل أنه يبني اليوم نارشيتيكت واحد بلون جديد تبسيط جميع الإجراءات المرتبطة بمرحلة إعادة البناء ومنح ترخيص للبناء للساكنة مع تقديم مواكبة تقنية من أجل توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة مهام تسهر السلطة على توفيرها تدريد الميلة في ديالي لساعدة القايد على حساب الرخصات البناء الله ينصر سيدنا والسلطة المحلية الله يعاونها وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا في السياق تتواصل على مستوى الجماعة الترابية لتارودانت عملية التحديد الدقيق للمساكن التي انهارت على إثر زلزال ثامن شتمر الماضي وتأتي هذه العملية التي تشرف عليها السلطة المحلية بالإقليم لتحديد المستفيدين من المساعدة المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا والممنوحة للأسر المتدررة من زلزال الحوز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عودة معك شايما باك الأسر التي أوضعت ملفاتها المتعلقة بطلب ترخيص لإعادة بناء المنازل المنهارة جراء الزلزال على مستوى الجماعة الترابية لتارودانت تستفيد من مواكبة تقنية عبر توفير تصاميم نموذجيات راعي خصوصية ومعايير المنطقة نحاول من خلال الزيارة أن نعينه المشاكل التي وقعها في البناية من خلال مهينة التدور والشقوق والتصدعات ونخرج بواحد تقرير تقرير أنه إما السكن لا يمكن إقامة فيه أو لن يكون قومهم بتدعيم بالبناية نحن أحد اللجنة التي خارجها نعالجها للمنتمسات الاستعجالية بالنسبة لمدينة تارودانت ونرى الضيور تقريبا للهدم الجزئي الكلي أو التي لم يكن لديها تشحالة السلطات المحلية بالإقليم وعلى غير ربق الأقاليم المتضررة من زلزال الثامن شتنبر تقوم بجوالات مستمرة للوقوف عن قرب على حجم الخسائر التي طالت المساكن وإتمام عمليات الإعمار في أحسن الظروف وفي إطار الحرص الدائم والمتواصل على استفادة جميع الساكنة التي انهارت منازلها كلياً أو جزئياً من الدعم المادي المخصص لها ومن كل المساعدات المتعلقة بالشروع في عملية البناء تقوم سلطات وباقي الجهات المعنية بمعالجة الطلبات التي تقدمها الساكنة وذلك تنفيذاً لتعليمات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس في خبر آخر وقع المغرب والبرتغال بدبي بالإمارة العربية المتحدة تسريحاً مشتركاً للربط الكهربائي بين البلدين وذلك على هامش فعالية متمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخة كوبا 28 رغدا قبوري المغرب والبرتغالي وقعان تسريحاً مشتركاً للربط الكهربائي بين البلدين وذلك في خضم فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوبا 28 التسريح المشترك الذي وقعته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سيدة ليلى بن علي ووزير البيئة والعمل المناخب البرتغال سيد دورتي كوردييرو يهدف إلى تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية المغرب والبرتغال يتشاركان نفس الاستراتيجيات التطويرية للطاقات المتجددة وإنشاء شبكة كهربائية بين البلدين سيساهم في تحييد الطابع المادي لأوروبا وفي استراتيجيات أخرى مثل الهيدروجين الأخضر الاتفاقية الموقعة في جناح المغرب بمؤتمر المناخ ترم تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاق مار وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخ وبالنظر للموقع الجغرافي لكل من المغرب والبرتغال باعتبارهما جسرين بين أوروبا وإفريقيا يتوخى البلدان مواجهة رهانات الانتقال الطاق بشكل مشترك وذلك من خلال تعزيز إدماج الأسواق الكهربائية في سياق دول ليتسموا بعدم استقرار السوق وسلاسل توريد المنتجات الطاقية حثت وزيرة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي الصحفيين الشباب من أجل البيئة على الاستفادة من حضورهم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لطريب شأن التغيير المناخ وذلك بهدف تعزيز التزامهم المناخي سافية عسما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي حثت الصحفيين الشباب من أجل البيئة على الاستفادة من حضورهم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 28 بهدف تعزيز التزامهم المناخي وخلال لقاء بجناح المغرب في المؤتمر دعت الوزيرة هؤلاء التلاميذ خريجي برنامج الصحفيين الشباب من أجل البيئة الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء دعت إلى استلهام أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال حماية البيئة من خلال التفاعل مع الخبراء والأطراف السياسية الفاعلة من مختلف دول العالم إنني صعيد بالحصول على هذه الفرصة العظيمة لحضور مؤتمر دبي للمناخ وقد تمكنت من التعرف عن قرب على المفاوضات الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري هدف برنامج الصحفي الشباب هو تعيد الناشئة بالمشاكل التي تواجهها البيئة دينا واقتراح حلول مناسبة المشاركة دينا في هذا المؤتمر الهدف دينا هو المساهمة في الجهود الدولية لحماية المناخ واقتراح حلول وتقاسمها بعد ذلك أثناء هذا اللقاء التفاعلي قدمت الوزيرة دعمها وتوجيهاتها للمدافعين الناشئين عن البيئة بشأن القضايا والمواضيع الحالية داعية الصحفيين الشباب من أجل البيئة إلى القيام بعملية ربط بين جميع مؤتمرات المناخ وأن يكونوا جزءا من الحلول هذا وقدمت السيدة ليلى بن علي شروحات وإجابات على جميع أسئلة الصحفيين الشباب من أجل البيئة فيما يتعلق بالسياسات العامة للمملكة بشأن قضايا البيئة والطاقة والمناخ ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاط ساروخ وثمان عشرة مسيرة من أصل ثلاث وعشرين وطلقت ليلة الأحد الاثنين وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان له صباحي عن إسقاط ثمان عشرة مسيرة هجومية وساروخة عبر العالم دائما عثرت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية على جثة 11 شخصاً وذلك إثر بركان ضرب جزيرة سومترا غرب البلد أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم إنه بركان ميرابي المتوجد غرب إندونيسيا فبعد ثورانه مجدداً تسبب في مقتل 11 شخصاً على الأقل وأثار ذعراً كبيراً بين صفوف القاطنين في المناطق القريبة منه البركان قذف حممه ورماده ودخانه وغط القرى القريبة من فوهته ما استدعى تدخل السلطات التي منعت الزوار من الالتحاق بالمناطق القريبة من البركان المركز الإندونيسي لعلم البراكين أكد أن سحابة الرماد التي انطلقت من ميرابي وصل ارتفاعها إلى 3000 متر ما أدى إلى توقف جميع الأنشطة السياحية القريبة من منطقة البركان آخر ثوران لميرابي كان سنة 2010 عندما تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء أزيد من 100 شخص وكان ذلك أعنف ثوران له منذ سنين في خبر آخر أجلت سلطات ولاية أندرا براديتش الهندية ما لا يقل عن 7 ألاف شخص في ثمانية مناطق ساحلية وتستعد لإجلاء 28 ألف شخص وذلك مع اقتراب إعصار شديد من جنوب البلاد سكينا مسؤولا على الساحل الجنوبي للهند تهب رياح قوية بسرعة 90 كم في الساعة منذرة بقدوم إعصار شديد بهذه المنطقة التي تمتد عبر ولاية أندرا براديتش ولهذا السبب عدد كبير من السكان تم إجلاؤهم مع مصير مجهول الإعصار الملقب بميتشونج سيكون مسحوبا بأمطار أكثر غزارة من التي تشهدها المنطقة حاليا بالإضافة إلى رياح قوية ما أجبر السلطات على إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية إلى جانب إخلاء مناطق ساحلية ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة من جهة أخرى أعلنت سلطات الولايات المجاورة عن عطلة رسمية كما تم إلغاء أو تحويل عدد من الرحلة الجوية إلى مدن أخرى في خبر آخر وطنيا هذه المرة انعقد بكلية الطب والصيدلة بالعيون لقاء علمي جرى خلاله تسليط الضوء على العلاجات الجديدة ووسائل الكشف الحديثة المرتبطة بسرطانات عامة والسرطان الثدي خاصة شما بك لقاء علمي نضم بكلية الطب والصيدلة بالعيون جمع نخب من المتخصصين المغاربة والفرنسيين في مجال إنكولوجيا وتخصصات الطبية المتعلقة بعلاج الأورام السرطانية من أجل تسليط الضوء على العلاجات الجديدة ووسائل الكشف الحديثة المرتبطة بالسرطانات عامة وسرطان الثدي خاصة نعرف على الجديد في ميدان تشخيص في ميدان العلاج السرطان الثدي لا بالنسبة للجراحة لا بالنسبة للعلاج الكيموي لا بالنسبة للعلاج بالأشياء فهذه المدينة الجميلة العيون وهي تسميز أحسن كولية الطب الأفريقية نظرناها وكذلك هناك بناء مشروع بناء مستشفى مستشفى الجامعي اللقاء شكل فرصة للمتخصصين لتقاسم التجارب والخبرات في المجال وأيضا مناسبة للأطباء الشباب للتعرف على الممارسة الجديدة في علاج السرطانات تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار النسخة الواحد والعشرين للقاءات العليا الفرنسية المغاربية الخاصة بعلوم أمراض الثدي والذي اخترنا له موضوع سرطان الثدي آفاق ومستقبل وهو موضوع في غاية الأهمية كما عرف هذا اللقاء العلمي الكبير الذي تم تنظيمه تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مناقشة عدة مواضيع ذات الصلة في الخبر الفني يسدل ستارو على فعالية دورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي عرفت تتويج فيلم كاذب أبيض للمخرجة المغربية أسمى المدير بالنجمة الذهبية دورته هذه السنة شكلت نسخة استثنائية على كافة الأصعيدة سيما وأنها شهدت بروزا أكثر قوة للسينما المغربية الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش كانت نسخة استثنائية على جميع الأصعيدة لا سيما وأنها شهدت بروزا أكثر قوة للسينما المغربية أمر أكده منظم هذا الحدث العالمي الدورة العشرين لهذا الحدث الكبير كانت دور استثنائي على جميع الأصعيدة فلقد جمعت بين برمجة الأفلام وسلسلة من الحوارات مع أسماء كبرى في مجال السينما من ممثلين ومخرجين قادموا إلى المدينة الحمراء ليتقاسموا حب السينما دورة هذه السنة من المهرجان عرفت مشاركة متميزة للمهنيين المغاربة الذين بلغ عددهم 900 مهني وتغطية إعلامية مهمة أمتع حكواتيون من المغرب وإيرلندا الجمهور المراكشي خلال ليلة الحكاية الإيرلندية التي نظمت سفارة إيرلندا في المغرب بأمسية ساحرة بقصص تحتفي بقوة الحكي كلغة كونية عابرة للحدود شيما بك في أمسية ساحرة مفعمة بقصص آسرة تحتفي بقوة الحكي كالغة كونية عابرة للحدود أمتع حكواتيون من المغرب وإيرلندا الجمهور المراكشي خلال ليلة الحكايات الإيرلندية التي نظمتها سفارة إيرلندا في المغرب بتعاون مع اتحاد الحكواتيين للإبداع الثقافي وفن الحكاية بمركز نجوم جامع الفناء هذه التظاهرات تحتفي بعمق العلاقات الثقافية بين إيرلندا والمغرب هي ليلة الحكايات الإيرلندية بمدينة مراكش التي تتمتع بتاريخ عريق في الحكي ومناسبة لتعزيز التبادل الثقافي من خلال فن الحكي العالمي على مدى ساعتين من الزمن استمتع الجمهور بقصص يتألف فيها التاريخ بالبطولة والسفر والحكمة والفكاهة والتجارب الإنسانية كما تعززت الأمسية بمساهمة الإيرلندية ماريا جيلين التي أذهلت الجمهور بحكايتها المستمدة من تاريخ وثقافة بلادها المبتغة من هذه التظاهرة هو اكتشاف الجانب الإيرلندي من الثقافة الشعبية الشفاهية واكتشاف الجانب المغربي من الثقافة الشعبية الشفاهية للبلدين والربط فيما بينهما لأنه وجدنا في تجربتنا في المهرجان أنه هناك واحد تقارب كبير في المضمون هي تظاهرة ثقافية اكتشف خلالها الجمهور الحاضر التراث الشفاهية الشعبية الخاص للبلدين بهذا الموضوع مشاهدين الكرام نوقع نية هذه النشرة قدمناها لحضرتكم من قناتكم M24 إلى اللقاء